شهد الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقد قيم الاحتفال بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كما حضر الاحتفال معالي النائب العام ومعالي رئيس الجمارك وسعادة محافظة العاصمة وسعادة رئيس الأمن العام وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين بهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكر وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني كجهة تنفيذية من أبرز واجباتها التصدي لجرائم الفساد والحد منها وذلك في إطار من التعاون والشراكة الفاعلة بين كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فضلا على المجتمع المدني واجهزة الإعلام بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تضع الخطوط العريضة والأسس العامة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة من جانبه أكد المقدم بسام المعراج مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في كلمته أكد أن مملكة البحرين وفي ضد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حققت الكثير من الإنجازات والتي كان إحداها إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لتسهم ضمن منظومة متكاملة من الجهات الرسمية في توفير بيئة تشريعية وإجرائية بهدف التصدي لكافة أشكال الفساد معربا عن بلغ شكره وتقديره للتوجهات السديدة لمعالي وزير الداخلية والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح الجهود التي قامت بها الإدارة من خلال تطبيق سياسات فاعلة تسهم في الكشف عن مواطن الفساد وتساعد في تفعيل أليات التعاون والتنسيق مع جميع الجهات للاستفادة من التجارب والممارسات المثلة في هذا المجال وقد تم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي استعرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد وما حققته الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في هذا الشأن وكذلك أبرز المشاريع التوعوية العاملة في هذا الإطار وفي مقدمتها حملة نزاهة والتي تم إطلاقها تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للحملة الوطنية لمكافحة الفساد والطلب الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مشيدا بجهودهم ومتمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن موسيقى وفي ختام الحفل تفقد مع الوزير الداخلية والحضور الكريمة أرجاء المعرض الطلابي والذي ضم الأعمال الفنية للطلب المشاركين في المسابقة